لأننا نحبكم بكم يكتمل العيد شعار مشروع شبابي تطوع أطلق عليه كالبنيان مخصص نشاطه لتزويد الأسر المحتاجة بملابس العيد ومنذ الوهلة الأولى تشاهد تفاني عشرات الشبان والفتيات يعملون منذ سنوات لإدخال الفرحة على عشرات الأسر المتعففة نحاول نستهدف أكثر قدر يمكن للنازحين فلما يوصلوا لعندنا ويأخذوا الملابس العيد وهم تعرفون أنهم نازحين لا يملكوا حتى قوت يومهم فتشوف فرحة عارمة لدى الأطفال يعني تحس تعبك كله لمدة ثلاثة أشهر في اليوم ذلك يضيع التعب هذا كله لما تشوف سامة طيفل أو فرحة أسره بكامل تبدأ مراحل المشروع في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر نقاط التجميع المحددة يجمعون ما يصلهم من الملابس لتبدأ بعد ذلك مراحل التنظيف والترتيب من غسيل وكي ثم التعليق والتبخير استعدادا لعرضها في مول خيري يقصده الكثير من المواطنين غياب فرص العمل وانتشار البطالة بالإضافة إلى توقف صرف رواتب الموظفين عوامل ساهمت في تدهور حالة الكثير من الأسر وهو ما فاقم من ظروفها المعيشية الصعبة وجعلها تصطدم بغلاء الأسعار الذي حال أمام قدرتها على شراء متطلبات العيد فالمشروع هذا نفع نحن كثير جدا إننا نحن بحيث أني أفرح أطفالي وأنه يكونوا مستنيين العيد عشان أشتري لهم حاجة جديدة وما أقدرش أشتري فالمشروع ساعدني جدا صعوبات كثيرة تعترض طريق هذا المشروع كارتفاع أجرة غسيل الملابس وشحة الدعم الناتج عن الافتقار لممولا دائم ورغم ذلك لا يزال هذا النشاط مستمرا في تقديم خدمته للناس إذ لا يتوان هؤلاء الشباب في شحذ كل إمكانياتهم لإحياء هذه الفكرة الموسمية ومعها يحيون الفرح المحتضر في بلد مزقته الحرب وأصبح يعرف بكونه ساحة لأكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين سبع سنوات هي عمر هذا المشروع وخلالها تمكن هؤلاء الشباب من إعادة رسم الفرحة على وجوه الكثير من الأطفال والأسر غير القادرة على الإفاء بالمتطلبات العيدية والتي أصبحت نتيجة الحرب وتبعاتها باهضة التكاليف مها علي قناة بلقيس طيس